كل ما شاهدناه خلال فطرة الماضية هو شيء يعني الحقيقة استكمال لحالة الزهوة والفخر والأداء الرصين اللي بيميز النادي الأهلي أيام جميلة في كل شيء حنستعرض هو مضمون الحالة مش هنخش في سياقه متسبالك لكن بس إذا بعد ما تقول للمحتوى سيبتني أقول نص كلمة طيب ما أشبه اليوم بالبارحة البارحة اللي هي كانت في بداية التسعينات عندما انطلق شعار الأهلي فوق الجميع لأن مجموعة من الأصدقاء المتماسكين أبناء النادي الأهلي 17 واحد نزلوا مع الكابل الصالح عايزين نختار منهم عشرة فنزلنا جميعا تحت الشعار ألزمنا أنفسنا به من يومها وحتى اليوم الأهلي فوق الجميع تعاوننا جميعا وبقينا نقول أي عشرة من السبعتاشر هيعملوا مجلس إدارة بقيادة الكابتن الصالح يعني يقود الأهلي إلى مستقبل رائع جدا وما كان من 92 أستاذ إبراهيم حتى حتى من 92 ل 96 كان عصر جميل جدا وزاهي ملتزمين به جدا وأصبح 96 ألفين دورة جديدة أصبح دستور ملزم لكل أبناءه اللي هم في مركب واحد اللي تعاودوا يكونوا في مركب واحد ولكن زي أي فريق أنت عندك 30 لعيب بس بتلعب بـ 11 وبتغير 5 فهو ده لازم يكون مضمون شعورنا جميعا من أخواتنا وأصدقائنا اللي نزيلين الانتخابات هذه المرة بحيث أن احنا برضو ما تخرجش هذه الانتخابات بشروخات الانتخابات اللي بنشوفها بكل حت ولكن تخرج بالعلاقات السوية السليمة اللي اعتاد عليها النادي الأهلي بكرا